احنا يا فندم محتاجين التغيير احنا امننا فيك كبير انت مرجعيتنا وانت الاساس وانا بخطبك من قلبي وانا التاريخي يشفعلي لا بقول شمال ولا يمين انا بقول اللي جوايا في ناس هتزعل اللي يزعل يزعل بس دي مصلحة مصر مصلحة الشعب الغلبان مصلحة الناس اللي بتعاني مصلحة الناس اللي عايزة تشم نفسها مصلحة الناس اللي بتقول ايه يا جماعة لحنا لسه طالعين من الانتخابات الرئاسية تجيبونا عشرين سلعة كده وراء بعض طخ 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 طب هتعمل ايه الناس ليه انا اديني الازمة بالشكل ده عشان كده الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة اللي اعلنت الايام اللي فاتت واللي السيد الرئيس وراها وامر بيها واللي هي نتاج مؤتمر اقتصادي ولقاءات عديدة نتمنى انه ما تبقاش حبر على وراء ما عادش فيه في العمر بقية لأي مواطن والست سنوات دي الناس متفائلة بيها فنتمنى بالفعل ان احنا نشهد خلال الفترة المقبلة حكومة جديدة بمعنى الكلمة اذا كنا حنبقى على وزير ولا اتنين ولا تلاتة انما لا كفاية اللي خدت انت خدت حظك وعملت شغلك ممكن تروح مكان تاني بس تسيب الدماء تتجدد اي حد بعد فترة معينة خلاص مش قادر هذا اللي يصلح في عهد الرئيس اللي تكلم عن الشفافية واللي عارف ان هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه